الحاجة التالتة قبل ما اطلع للفاصل واتكلم على اخر اخبار الترند الحلقة انبارح اتكلمت في نقاط متعلقة بمسألة الصفقات والتعاقدات والتدعمات والناس مش واخدة بالها ان الدولي لسه مستمر وفيه اسام كتير بتطرح على السوشيال ميديا وفيه اسام كتير بتتقال في المواقع وعلى السوشيال ميديا احنا سألي هنا على فكرة نطلع نقول اه ده وقع وده بيقترب وده خلاص تم يعني ايه فكرة التعاقد رفض فكرة التعاقد معا مش هيكون موجود على زمة النادي الالي سهل جدا نعمل ده على فكرة وعنبقى ترند وهنقصر الدنيا ما احنا هنا قناة الاهل الكلمة اللي هنقولها على لعيب جاي او ماشي هتقصر الدنيا وسهل جدا في كلمة ممكن نقولها دلوقتي تبعى السوشيال ميديا قلب مصر كلها ولكن لازم الناس تبقى فاهمة حاجة مهمة جدا انت لسه متبق لك تسعتاشر مبارا في الدول هل من مصلحة الاهل اقول ده ماشي هل من مصلحة فريق الكورة اقول ان مارس الكولر مش عايز سينه ولا صاده ولا عين اطلاقا ده واحد الحاجة التانية كل الاسامي اللي بتتقالها على السوشيال ميديا بغض النظر عن مدى صحتها او عدم صحتها في اسماء ممكن النادي الالي بيكون بيتفق معها عشان الموسم اللي جاي وانا مبارا اقول لكم خدوا بالكم الموسم الافريقي القيد بتاعه من واحد وعشرين سبعة لواحة تراتين تمانية في الفترة دي الدوري شغال فمش هتفضل قاعد حاطة ايدي على خدك مستنى الدوري يخلص وتبدأ تتعاقد على الموسم الجديد فلازم تنجز بعض الملفات دلوقتي بس هل الاهل هيعلن حاجة دلوقتي لا ليه لغاية لما يخلص كل التفاصيل تبتخلص كل التفاصيل امتى هاكد تاني عن نفس اللي قلتم بارح واعتقد اللي قلتم بارح يمكن عمل يعني رد فعل عند بعض الناس وانتبهت ان فيه اجتماعات بتحصل لان البعض راح وعمل سبت وقال اسامي لعيبة ووقعت وخلصت النهاردة وقبل بداية الحلقة كان فيه اجتماع للكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط عشان شكل قايمة الاهل والمرحلة الجاي للموسم اللي جاي وعلى فكرة ده ممكن يكون جزء من الاجتماع لان الاجتماع اكيد فيه تفاصيل تانية ولكن لم تعلم بس عايز اقول لحضراتكم وطمن الجمهور ان مفيش حاجة الاهل هيعلنها لان لسه بيحط خريطة شكل الفترة اللي جاي ولو فيه حاجة يخلصها رسم الاهل هيعلنها عشان القيد اللي هيبدأ 21 سبعة لغاية 31 تمانية الحاجة التانية ان فيه اجتماع اصلا لسه ما بين الكابتن محمود الخطيب مع مرسل كولر عشان الملامح النهائية فيه اسامي كتيرة جدا المطروحة السوشيال ميديا مرشحة وكلر يقول لك انا اوكي دا دا لأ دا ممكن اعارة دا ممكن لا مش محتاجه كل الحاجات دي بيتم الاتفاق عليها ولكن اسماء بتتقال في مواقع رسمي خلصت لسه ليه لان فيه اجتماعات النهاردة وفيه اجتماعات بكرة ولكن احنا هنا هنطلع نعمل سب مش هيبقى مهني ليه لان هنا لما نقول مش هيبقى سب هنا هنقول خبر رسمي فيه فرق ما بين السب والخبر الرسمي السب اده لجهة مش رسمية بتحاول تعمل خبر او تنفرد بخبر هنا مفيش مساحة للانفراد بالخبر هنا الخبر اللي هتقالي بخبر رسمي وهنا في التوقيت دا مش هينفع نقول خبر رسمي في ظل ان الفرق عندها 19 مباراة في الدوري ولكن في تدعمات جاية اكيد وقت الاهل ما يخلص هيعلم لكن في نفس الوقت فيه اجتماعات لسه مستمرة عشان حسم الملفات دي وبالتالي طالما فيه اجتماعات يبقى لسه الملفات دي لم تنتهي يبقى لسه الاعلان الرسمي لم يأتي موعده بعد الكلام اعتقد ممكن يكون واضح لناس كتيرة وزي ما قلت هنا لو عايزين نبقى ترند في اللحظة دي سهل جدا نبقى ترند ونعمل اللقطة ولكن فيه رولز معينة لازم ننتهجها من خلال شغلنا في قناة النادي الاهلي مع منظومة النادي الاهلي وفيه اجتماعات زي ما اقول لحضراتكم النهاردة وبقرة لملفات مهمة جدا هيتم انجازها الفترة اللي جاي والحاجة الاخيرة في الملف دا وهفضل اتكلم عليها على طول اتمنى اتمنى واحنا بنقدم القيمة الافريقية في الفترة من واحد وعشرين سبعة لواحد وتلاتين تمانية نراعي ان ممكن القيمة دي تكون هي القيمة اللي على اساسها هتلعب مباراة السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالي لو المباراة ما تحددش معادها في تسعة يبقى انا عملت اللي علي لانه وارد جدا وانا بحضر للقيمة دي هأجل مثلا قيد بعض اللي عابل للقيمة التانية اللي هي مثلا في شهر تسعة اللي عشان تلعب دور المجموعات ولكن فجأة ممكن تلاقيك كيف حط مباراة سوبر من الاهلي والزمالك ويعتمد على قيمة اللي هتنتهى واحد وتلاتين تمانية فسعية تبقى انت أنجزت كل ملفاتك دي النقطة الخبرية اللي احنا ممكن نضيفها في الجزئيات المتعلقة بالصفقات والتعاقدات والتدعمات قيمة الاولية اللي هتتسجل من واحد وعشرين سبعة واحد وتلاتين تمانية قيمة مهمة جدا آه هتلعب بها دور التمهيد اللي ثاني في دورة أبطال إفريقيا في نص تسعة ولكن وارد جدا القيمة دي تكون هي القيمة اللي هتشتغل عليها عشان تلعب لقاء السوبر مع الزمالك إيزة تحدد معاد اللقاء في شهر تسعة اللي جاي هل ده وارد وارد جدا إمتى هننتظر ونشوف الكاف هيعلن تفاصيل السوبر إمتى في الفترة اللي جاي دي كانت أبرز التفاصيل شهر تسعة اللي جاي